بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين لقد جرت عادة الله تعالى أنه يوفى الخلص من عباده الصالحين عباد الرحمن بأنه يطلق ألسنتهم بما يفتح به سبحانه وتعالى عليهم من فه معرفة عن الله تعالى رب العالمين من دعاء ومناجاه وغير ذلك وجاء في القرآن الكريم بعضا مما دعا به عباد الله الصالحين ومن ذلك قولهم فيما أخبر عنهم رب العزة جل جلاله حينما تحدث عن صفات عباد الرحمن وأوصاف عباد الرحمن في خواتيم سورة الفرقان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما هذه الآية الكريمة توضح إن من صفات وأحوال عباد الرحمن إنهم دايما بيتوجهون إلى ربهم سبحانه وتعالى طالبين من مواهبه طالبين من عطاياه المتنوعة والتي منها هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني نسألك ربنا أن ترزقنا بفضلك وأن تمن علينا بمنتك فتجعل أزواجنا وأولدنا طائعين لله تعالى صالحين في الأفكار والمعتقدات والأقوال والأفعال والأحوال فيكونوا من أهل البر وأهل التقوى لأنه لا يوجد شيء أقر لعين الإنسان يسعد به الإنسان من أن يكون أهل بيته طائعين لله تعالى بارين صالحين سواء الزوجة تتمنى إيه غير إنها تجد زوج صالح لا يؤذيها ولا يخزيها وتجد ذرية طيبة صالحة تقر عينها بها وكذلك الزوج ما هو الذي تقر عينه به زوجة صالحة وذرية صالحة يعينوه على أمر دينه والدنيا فده شيء يسعد به الإنسان وتقر ده معنى تقر به الأعين تسعد حاجة تملى العين كده وتفرح العين وتسعد النفس أن أجد الزوج من أهل الصلاح والذرية كذلك وأن أجد زوجي كذلك وهكذا رجالا ونساء فمعنى الدعاء يشمل النوعي وفي هذا الدعاء المبارك الوارد في الآية الكريمة على ألسنة عباد الرحمن وإلا القرآن الكريم بيسجلوا لنا عشان نتعلمه إنه هما مش بس بيسألوا بيسألوا المولى سبحانه وتعالى الولد والزوجة فقط يعني مش يا رب يعني هب لنا أزواجا وذرية فقط لا أنا مش عايز الهبة دي أي هبة ده عباد الرحمن بيسألوا ربنا ما هو أعظم من ذلك إنما هو سؤاله تعالى بأن يجعلهم طائعين صالحين حتى تقر بهم الأعين فعباد الرحمن يطلبون في دعائهم من ربهم نعمة الزوج والولد من الله تعالى لا بقصد التنعم فقط ولكن لكي يعبدوا الله تعالى ويقومون جميعا بطاعته فتقر أعينهم بذلك وتسعد وتهنى فيجتمعون جميعا في الدنيا على طاعة الله تعالى وثم بعد كده يكون الفوز المبين في الآخرة بدخولهم الجنة لإن الصالحين قرت أعينهم وسعدتهم فإنهم يكونوا أهل طقوة وصلاح وأزواجهم وذريتهم يكونون كذلك قال تعالى والذين يقولون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الناظر في هذا الدعاء والمتأمل فيه يجد أن عباد الرحمن لا يحبون أن تأتيهم النعمة في غير طاعة لله تعالى يعني مش عايزين أنه تنهمر عليهم النعم من غير طاعة ملهاش لزمة ده معنى وفحوة دعائهم لأن معلوم أن الزوجة والأولاد والزوجة والأولاد هم أهم زينة في هذه الحياة الدنيا كما أشارت لذلك النصوص المتنوعة لكن عباد الرحمن طلبوا هذه الزينة الزوجة والأولاد أو الزوجة والأولاد طلبوا هذه الزينة وكان رجاؤهم الأهم هو أن تكون هذه الزينة سببا لرضوان الله تعالى وعونا على طاعته واتغاء رضا سبحانه وتعالى ولذلك طلبوا أن تقر أعينهم بذلك تقر أعينهم بهذه الزينة ولن تقر أعينهم إلا إذا كانت هذه الزينة سبيلا لرضوان الله وكانوا هم كمان على رضوان الله سائرون لأنه الإنسان لأنه أهل عباد الرحمن متلبسون بالطاعة هم حريصون علي وكل من كان مشتغلا بالطاعة يعني مشتغل يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى إنه يكون دايما على طاعته بعيد عن معصيته اللي ده حاله لا يوجد شيء يكون أقر لعينه ولا أفضل من طاعة الله والعمل الصالح ودعاء عباد الرحمن ده بيدل على إيه هم بيسألوا بيسألوا المولى سبحانه وتعالى السلم والسلام داخل الأسرة لأن هذا الدعاء بيعين على إنهم يعيشوا في سلم وسلامة والأسرة هي لبنة المجتمع فهم يدعون ربهم ويرجون خالقهم سبحانه وتعالى أن يجعل من أزواجهم وأولادهم نعمة لا فتنة زي ما ورد التحذير في سورة التغاب يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فهم عايزين أن الزينة والنعمة دي تكون نعمة مش فتنة عايزين الاستقرار في بيوتهم عايزين الهدوء في بيوتهم عايزين المعونة على اصطحاب الزوج والمعون على اصطحاب الزوج والمعون على تربية الزرية ومن أسباب التوفيق الإلحاح بالدعاء لذلك أورده الله تعالى في كتابه على لسان عباد الرحمن دل مش أي عباد الله نسبهم إلى نفسه وإلى ذاته جل جلال الله وهذا المعنى من فهم عباد الرحمن ونور بصيرتهم لأنه لو أهمل المرء رعاية أسباب صلاح الزوج والزرية أو الزوجة والزرية صاروا فتنة لذلك ألحوا في الدعاء وتضرعوا إلى ربهم بالزرية بالزوج والزرية التي تقر بها الأعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ثم كان من دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما نسألك أيضا مولانا أن تجعلنا بفضلك وبكرمك أئمة يقتدى بنا في تعاليم دينك لأهل التقوى من عبادك الذين يخشونك ويخافونك ويحذرونك لنكون سببا مولانا في إقبال الناس على الطاعة والعمل الصالح يعني هم عباد الرحمن يسألون الله تعالى بعد أن سألوا لأنفسهم الزوجة الصالحة والزرية الصالحة الزوجة الصالحة والزرية الصالحة عشان يبقى فيه استقرار في البيت وهدوء وسعادة والإنسان يعدي الحياة الدنيا بسلامة وسلاسة إلى أن يصل إلى دار السلامة في الآخرة مع هذا انتقلوا إلى الدعاء اللي يفيد منه المجتمع اللي هم عايشين فيه وما لهم شف ده مطمع شخصي سوى الأخذ بيد الخلق وإيصالهم إلى دوائر رضوان الحق ففي دعاء عباد الرحمن محبة النفع والخير الحقيقي للغير النفع لما بتزداد الرقعة بتاعته السواب عليه بيبقى كتير ومضاعف والنفع المتعدي إلى الغير والذي يصل إلى الآخرين سوابه بيكون عظيم وهو مما يلزم إن إحنا كمؤمنين نكون عندنا محافظة وحرص على إن إحنا نتعدى بالخير إلى الغير مش الإنسان يستأثر بي نفسه بس أنت من أداب الدعاء تدعو لنفسك أولاً حتى يكون أرجى في القبول بتدعي لنفسك الأول تسأل الله المغفرة لنفسك وبعدين تسأل لغيرك أدباً وفي نفس الوقت لما سألت الخير للزوج والذرية انتقل عباد الرحمن للمجتمع إن إحنا نكون مصدر سلامة وأمن للمجتمع بتاعنا الذين إذا رؤوا ذكر الله لما يتشافوا كده الناس تفتكر يذكرهم أحوالهم الصالحة النقية التقية بالله تعالى فكما طلب عباد الرحمن من ربهم أن يكونوا في هذا الدعاء باب هدى وخير ونفع يفيد منه غيره يكونوا كده زي النور الذي يضيء لكل من حوله وبيصور لك هذا الدعاء معنى رائق جداً في نفوس عباد الرحمن هو إن عباد الرحمن اهمهم اللي شاغل خطرهم وبلهم هو إيصال الخير والبركة والنور والهدى إلى ذويهم خاصة الأهل الزوجة الأولاد وإلى المؤمنين كافة وإلى الناس أجمعين وده يدل على صفاء سريرتهم اللي بيكتمع مع حسن سيرتهم في حياتهم الدنيا لأن المؤمن منفع إن ما شيته نفعك وإن شاركته نفعك وإن شاورته نفعك وكل شيء من أمره منفع فعباد الرحمن عارفين إنهم المفترض في هذه الرحلة يكونوا مصدر خير وعندهم حرص على الخير لأنفسهم ولذويهم خاصة وللمؤمنين كافة وللناس أجمعين مصدر خير للعالمين لذا أهم ما نفيد منه من دعاء عباد الرحمن إن العاقل المؤمن العاقل ينبغي أن يواضب على الدعاء لأهل بيته بالصلاح والتوفيق والسداد والمعونة والهدى لابد الإنسان مش يدعي لنفسه بس يدعي لنفسه ويدعي لذويه ده شيء مهم ويدعي للمؤمنين والمؤمنات ويدعي إنه هو كمان لما ينزل وينخرط في المجتمع يكون باب خير للخلق أجمعين يكون باب رحمة يكون باب رفق يكون باب كرم يكون باب عطاء يكون حاني على خلق الله يكون ذاكر لله بقلبه ولسانه وحاله وجوارحه فالنستطمئن وتسكن إلى هذا المؤمن التقي النقي المؤمن عليه أن يدعو بالخير لنفسه ولأهله وللناس أجمعين ويسأل الله سبحانه وتعالى كما تعلمنا من دعاء عباد الرحمن إن نحن نكون مصدر خير لجميع الأنام لأنفسنا وأهلنا وللناس أجمعين قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنْ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اللهم أمين